إن شاء الله يبقى فيه نقلة كمان لمنتخب مصر مع قيادة فنية جديدة لكابتن حسام حسن وكل يعني متفائل وكل الحقيقة بيساند وده شيء إيجابي جدا جدا بطولة كانت هات العامل في الأمارات جات مصر وكابتن حسام كان بيأكد كل مرة أنه هو صمم أن يلعب هذه البطولة شفت بدايتها إزاي مع فريق أو مع منتخب نيجولان شفت جرأة من حسام أنه لسه ماسك بقى له فترة ليلة قوي وأنه هو يبقى مصر على دورة كبيرة زي دي بتضم برضو فرق على مستوى عالي كان ممكن يلأ كان ممكن يلأ أقول برضو أنت عارف برضو الانطباع بيتخذ من أول لقطة فهو كان من حقه يخاف إنما مع ذلك أصر أنها تتعمل هو قلبه جامل قلبه جامل وهو عارف أنه جاي وراءه ظهير جمهيري كبير بيدعمه فكان يهمه أكثر من الأداء لأن الأداء وضع طبيعي اللي احنا شفناه مبارح لسه فرقة بتتكون عناصر جديدة دخلت الفرقة ما بين خبرات وما بين ناس صغيرة لأنه حطت في دماغه أنه لازم ينزل بالأعمار اللعيبة شوية عشان برضو كاس العالم جاي قبل كمان فترة صعبة جدا فترة صعوبة بتاعتها أن أنت إن شاء الله بإذن الله مش أنك تكسب التصفيات عشان تخش كاس عالم لا أنت عايز تعمل حاجة في كاس عالم يعني إحنا أبل المصيرين دلوقتي يعني معظم المصيرين طبعا متطمنين إن شاء الله بإذن الله نتيجة للظروف بتاعة البطولة السنة دي أو التصفيات أن أنت داخل كاس عالم مش هنروح إحنا بعد كل السنين دي ونمشي زي المرات اللي فاتت بدون أي بصمة بدون أي ذكر فأنت شايف يا كابتال البطولة دي شجاعة من كابتال حسام أو من جاز الفني لأنه يقول لك لا أنا جاهز أخش شايف مليون في المية وافتتاح أستاذ كبير برضو المباراة الأولانية بتعلم مع الناس والطبقة في الزاكرة فأنك تكسب في أول مباراة دي حاجة كويسة جدا جدا دفعة كبيرة طبعا للمنتخب ودفعة كبيرة لحسام حسن صحيح الأداء مش أحسن حاجة إنما بقولك ذا وضع طبيعي وده يمكن كان ما أثر على حسام بعين الحبير بعين المتابع الجيد إيه اللي مختلف في منتخب مصر أكيد فيه اختلاف يعني الجهاز الفني بيبقى ليه بصمة بينما من أول يوم غير إن أحدا قلتنا عايز ينزل بالأعمار أو السورة في الفنيات بقى مختلفة هي قبل الفنيات هي بصمة كلنا كنا مستنينها ومتوقعينها وهي الروح الجديدة بتاع المنتخب والحماس الفرقة واللعيبة حيبينوه للجمهور كله شايف اختلافها كبيرة طبعا شايف اختلافها عايز أشوف يعني أنا ممكن أخش معكم في المناقش دي اللي أنا شفته هو عملية التواصل المستمر حسام حسن مع لعبته جوه الملعب لو قلنا روي فيتوريا وحسام حسن مش هنتكلم فني لأن الحقيقة ما نقدرش نقيم فنيا دلوقتي خالص حتى حسام اشتغل معهم اه خمس ست ايام لكن مش دي المدة اللي تقدر تقول انه هيكون فيها تغيير على المستوى الخططي او الفني او او فالموضوع لسه محتاج وقت لكن عايز اتكلم على الحاجات التانية انه التواصل المباشر مع حسام حسن دايما وقف على الخط الروحه على الخط أنا اللعيبه عارف يعني أنا اللعيبه عارف أنا في وقت من الأوقات ببص وانا بلعب في المباراة بترفعيني كده ببص للمدرب بتاعي فالحتة اللي حسام دايما بيحسس اللعيبه انه هو موجود معهم في الملعب ده شيء ايجابي مش هقول انه ده ممكن يكون سبب نجاح لا لا طبعا طبعا لكن هو شيء العوام المساعدة العوام المساعدة من الغتلافات اللي حضركوا شيء عايز اقول لك بتحسها ويمكن هاني عارف انت خدت لعيبه هسام يعني كلامه للعيبه وتحفيزه اللعيبه على الخط سلامه للعيبه وهي خارجة لعيبه البودلاء وهي نازلة كلامه مع الناس اللي على الدكة لا في حاجات ما قدرش يعملها غير المدير الفن المصري لان الاجانب بعيد عن الحتة دي شو مزبوط الاجانب يعني شغل شغل بيزنس حتة العاطفة احنا عندنا الحتة دي بتفرق معنا قوي بتعلي الجواك حتى لو انت 60-70% بتقدر تجيب التسعين بالحتة دي واحنا بزاك كمصريين واحنا بزاك كمصريين عندنا الحتة العاطفة والروح والكلام ده يعني حسام احنا كنا متأكدين لأنه وطول عمره وهو لعيب وهو مدرب في الحتة دي ولعب بالروح لسن كبير وكمان على مستوى الاندية ما كان بيدرب اندية فما بالك بقية ما يدرب منتخب مصر فالروح بتزيد اكتر والحمس بيزيد اكتر وهو اسراره وهو بيدير اللقاء مع اللعيبة يعني وبعدين عمل برضو كذا حاجة كويسة انا شايفها ان هو عشان الوقت قليل فلعب اللعيبة اللي هي بتلعب مع بعضها اكتر ما لعبش في التشكيل كتير ما لعبش في التشكيل خالص وما لخبطش في المراكس اشتركوا في القناة